شهدت محافظة قفر الشيخ استلام قافلة تتضمن 225 ألف شجرة مثمرة لزرعتها بالمحافظة ضمن أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة وأكد محافظة قفر الشيخ جمال نور الدين على أهمية المبادرة من أجل تقفيف الآثار السلبية للتغيرات المناخية ولخلق اكتفاء ذاتي للمواطنين من المساحات الخضراء بالمحافظة ودي بالفعل دي خطوة كويسة جداً إن احنا نحل الأشجار الغير مسمرة بأشجار مسمرة وخاصة في المصالح الحكومية والمنشآت عشان تمنح حفاظ عليها ودي هتوفر غزة للمواطنين وبالتالي ما يبقى عندي شجرة للمون مسمرة فبالتالي ده يوفر عندي كتير وإن شاء الله المبادرة فيها أشجار مسمرة كتيرة زي الرمان وزي النب وزي البرتقان انا طبعاً في مبادرة سيادة الرئيس بنسبة لمشروع التشجير احنا النهاردة يصلنا حوالي عشر تلاف شتلة في الأشجار مسمرة وأشجار نباتات زينة طبعاً احنا بنشكر في خامة الرئيس على المبادرة اللي هي بتضاف للعديد من المبادرات اللي تمت قبل كده فيما يخص المجال الزراعة الحقيقة طبعاً ليه مننا كل الشكر والتقدير فيه لجانة عملت على التوزيع داخل المجالس والمدن والليجان دي هيكون مسؤولة للزراعة عندنا خطة التوزيع ومتابعة الأشجار علشان الموضوع ده يعني يجني أفضل ثمار له بالنسبة للتوزيع هيكون فيه أماكن المغلقة فيها الحاجات المسمرة الليمون والتفاح داخل مركز الشباب الوحدات الصحية التربية والتعليم مشاركة معانا الجمعة البحوث الأشجار الغير مسمراء دي هتكون فيه الطرق والحضايق العامة بالنسبة لمحافظة كفر الشيخ وإن شاء الله محافظة كفر الشيخ يكسوها الخضار بالمبادرة العظيمة دي أولاً المبادرة اللي دي دي مبادرة محدش طبعاً نفكر فيها ولا حاب يفكر في الأرياف والعمراء كانت توصلنا قال عن طريق الرئيس عفتاح السيسي اللي فكر فينا وعملنا حاجة مسمرة تأكل أولادنا وأجلنا من بعد كده بس يا ريت أنا طالب من الجمهور أن أحافظ عليها لأن الحد مكلفة جداً ترجمة نانسي قنقر